ارتفاع الأسعار مقارنة بانخفاض معدل دخل الفرد في المغرب يواجه كثيرون وتحديداً أصحاب الدخل المحدود معيشة صعبة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية أتمنى طلعت بشكل خيالي الدرويش رأي لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بإله ارتفاع الموضوع يقدر الموضوع في جيبه وكي أترى بعمل زياد المعارضة داخل البرلمان المغربي تقدمت بمقترح قانون يحث الحكومة على العودة إلى تحديد سقف أسعار السلع الأساسية على رأسها المحروقات وتحديد هوامش الربح القصوى لحماية القدرة الشرائية للمواطنين اليوم كان حاجة إلى إلغاء تحرير الأسعار كان أيضاً إحنا تقدمنا كفيدرالية اليسار بمقترح قانون من أجل تنظيم أسعار حماية القدرة الشرائية للمغاربة الحكومة لم تجيب بعد على مقترح النواب فيما أعلنت عن تقديم نحو ملياري دولار لدحم السلع الأساسية واعتبرت الزيادة في الأسعار أزمة مؤقتة بسبب الطلب المتزايد في الأسواق الدولية وارتفاع كلفة الطاقة في ظل استمرار تداعيات الجائحة هذا شيء ضرفي الجاز تماندياً لما تحركش سكوع تماندياً لما تحركش لوحوم الخوضة الفواكه هذا أشبقه الزيت الذي هو مطابط بالأتمين العالمية ينتمنون أنه في مارس أو أفريل أن الأمور تستقر أكثر وتقدر نسبة الارتفاع في الأسعار بأكثر من 2% مقارنة مع سنة 2020 حسب أرقام رسمية فيما يرى اقتصاديون أن غياب شروط المنافسة الحقيقية وسيادة الاحتكار والمداربات عوامل قد تساهم أيضاً في ارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية بنسبة تفوق الزيادة التي تعرفها الأسواق الخارجية في وقت يستبعد بعض المراقبين اللجوء إلى تسقيف الأسعار استعهد الحكومة بتتبع عملية تمويل الأسواق بالمواد الغذائية ومراقبة الأسعار لحماية المستهلك من جشع المضاربين عبد الحيل بقالي الحرة الرباط